مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيعين عربية شرحي اليوم هو طريقة الانضمام إلى مطورين أبل أو أبل بيتا قبل ما أبدأ شرح لكم الطريقة طلب أن تشتركوا بالقناة فعلونا جرس لايك بالفيديو في البداية هذا السؤال وردني من أحد المتابعين فحبيت أعمل هذا الفيديو القصير طريقة الانضمام إلى أبل بيتا لكن ما أنصح أي واحد عنده هاتف واحد أنه ينضم لأبل المطورين لأنه ببساطة أنه لو صار لديك أي مشكلة لازم تعمل سوفتوير للهاتف فللأسف كل البيانات مالتك راح تروح فهذا خلوه لواحد عنده جهاز ما يحتاجه فيقعد يتسلى به ممكن يطور البرامج أو ممكن يضيف برامج شيء أما إذا أنت عندك جهاز واحد والجهاز بصورك فيديوهاتك تطبيقاتك أبد ما أنصحك أنه تنضم الآن طريقة الانضمام راح تدخل على متصفح Google بعدها راح تدخل على هذا الرابط ورح يظهر عندك هذه الصفحة راح تنزل إلى الأسفل تسجيل هنا راح تسجل بالحساب أبل مالتك وهنا تسجل وتكبس على الصح هنا وبعدها راح يطلب منك الباسورد وأيضا تكبس على الصح ورح يدخلك والآن بعد ما كمل التسجيل أنت انضميت إلى مطورين الآن راح تروح على التحديثات هنا على الإعدادات وتنزل إلى الأسفل إلى عام وتنزل إلى تحديث البرنامج تتأكد البيتا وصلك والتحديثات التجربية نقطة أحد أحبيت أقولها أنه أنا مقبل أحدث إلا يكون عندي مساحات أقل شي 16 جيجا فأنا خليت 20 جيجا والآن أقدر أحدث إلى أبل بيتا 2 والتحديث 16 جيجا و76 ميجا أتمنى أن أفدتكم بهذه المعلومات طالب لا تنسوني باشتراك و لايك وتفعيل الجرس تحياتي ومع ألف سلام قبل أن الفيديو فقط حبيت أشير أن هذا الفيديو كيف راح توقف الإضاءة المستمرة في الآيفون الخامس عشر والآيفون 16 كل اللي شفيتكم هذا الفيديو حتى تحافظون على الآيفون وتحافظون على البطارية وأيضا اللي ما يعرف كيف ينشئ حساب أبل فهذا الفيديو راح يكون إلى تحياتي لكم ومع ألف سلامة الفيديوهات بصندوق الوسط